بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهد الأمين زملائي الأساتذة أولياء التنميذ متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشرح اليوم حول فضاء الأولياء هذا الموقع وهذا الفضاء المهمش الذي أصبح على الهامش دون اهتمام أي واحد أو أي طرف لماذا؟ لأنه في البداية تلقى الزملاء صعوبات في التسجيل وفي فتح حسابات إلى أنه الآن أصبح يستعمل بسهولة وأصبح يقدم خدمات جد رائعة اليوم إن شاء الله سأشرح طريقة تسجيل عضوية وفتح حساب وطريقة إضافة التنميذ المتمدرسين سأضع الرابط إن شاء الله تعالى في وصف هذا الفيديو كما تلاحظون هذه الصفحة الرئيسية أمامكم لدينا تسجيل الدخول تسجيل جديد واستعادة كلمة المرور في البداية لم تكن هناك خاصية استعادة كلمة المرور ولكن الآن أصبحت موجودة ومتوفرة وفي المتناول تابعونا على بركة الله نضغط على تسجيل جديد لفتح حساب إن شاء الله تعالى تابعوا إلى آخر الفيديو خطوة بخطوة حتى يتم استيعاب الأمر جيدا كما تلاحظون يأخذنا إلى هذه الصفحة لدينا ثلاث خطوات لإنشاء حساب أولا نملأ المعلومات الإلكترونية البرد الإلكتروني كلمة السر ورقم الهاتف المحمول أفواً سأملأ هذه المعلومات ولكن سأقوم بتغطيتها حفاظاً على الخصوصية نبدأ على بركة الله بعد ملء المعلومات نضغط على موافق على شروط الاستخدام ثم التالي بعد التالي يأخذني إلى الخطوة الثانية بعدها بعدها تأتي نهاته الصفحة هنا نملأ المعلومات الشخصية لولي التلميذ نبدأ على بركة الله قلت لكم سأغطي كل ما أكتبه حفاظاً على الخصوصية هنا نختار الولاية الضائرة والبلدية ثم نضغط على التالي هنا معلومات مهنية معلومات المهنية لولي التلميذ أو صاحب الحساب المستوى الدراسي مثلاً لسونس أو دكتورة أو ماجستير أو أو أخرى إذا كان الشخص صغير موظف لدى الدولة ربما لديه أعمال حرة أو الولاية الإقامة مثلاً أنا هنا نكتب مباشرة الرقم من الولاية مستخدم مثلاً نخرج مثلاً أنا مستقن بلدية ودائرة الإقامة تملأ حسب أنا دائرة إقامة مثلاً سيدي الأخضر وبلدية الإقامة سيدي الأخضر سيدي الأخضر ثم تضغط على أنا لست روبوت أنا لست روبوت هذه خانة مطلوبة مطلوبة إلكترونياً بغيتها تجنب الاختراق ثم نضغط على تأكيد التسجيل نحفظ كلمة السر في الحساب أو في الكمبيوتر الآن أصبح لدي حساب في فضاء الأولية لاحظوا يا جماعة لدينا خمس خانات أبناء المتمدرسين نتائج أبنائي الامتحانات الرسمية غيابات أبنائي وطلبات التحويل رائع جداً رائع جداً يعني يقدم لك خدمات مهمة جداً وتصلك إلى بيتك إلى هاتفك إلى حسابك في الكمبيوتر بدون على التنقل إلى المدرسة وبعض الأولياء مرات يروحوا للمدرسة ويترك العمل التاع أول خانة أول خانة مهمة هي أبناء المتمدرسين ندخل إليها لاحظوا يا جماعة حسابي جديد الآن أوضيف أبنائي كيف أوضيف أبناء المتمدرسين إلى هذه الخانة نذهب إلى تسجيل جديد تسجيل جديد يعطينا هذه الأيقونة لدينا هنا نختار الولاية التي يتمدرس فيها ابني هنا نوع العلاقة إذا كان الحساب باسم الأب يضغط أب إذا كان الحساب باسم الأم يضغط أم أو كافيل يضغط كافيل وهذا مهم جداً ثم رقم التعريف المدرسي رقم التعريف المدرسي أين أجده تذهب عند المدير يخرج لك شهادة مدرسية أو كشف النقاط أو شهادة تسجيل تجد مثلاً في شهادة مدرسية في أعلى الصفحة في أعلى الشهادة تجد رقم التعريف المدرسي رقم التعريف المدرسي هذا كامل هذا هو رقم التعريف المدرسي هذا هو رقم التعريف المدرسي هذا أنقوله وأكتبه هنا في هذه الخانة نضع تأكيد التسجيل تم تسجيل التلميذ هنا لاحظوا أنا غطيت هذه المعلومات حفاظاً على الخصوصية اتصلت مع أحد الزملاء سيفاعلوا لي الحساب بعد لحظات وسترون ما هي الفائدة من هذا الفضاء لاحظوا هنا يلدينا الاستمارة الاستمارة أن نضغط عليها ونطبعها عادي نأخذها للمدير المدرسة لكي يفاعل لي الحساب أو إذا لم تطبع للاستمارة تذهب عنده عند مدير المدرسة قدم له وثيقة تثبت بأنك أنت ولي التلميذ ويفعل لك الحساب بعد أن فعل لي السيد المدير الحساب لاحظوا هذا حساب تجريبي فقط لي لكي أطلعكم على فائدة فضاء الأولياء الآن حساب التلميذ مفعل نذهب إلى الصفحة الرئيسية لاحظوا يا جماعة غيابات أو نتائج أبنائي نتائج أبنائي هذا مهم جدا لاحظوا اختار هنا الفصل اختار الفصل الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث نضغط على الفصل الأول لاحظوا تصلك النتائج إلى بيتك تصلك النتائج إلى بيتك هذه خاصية جدا رائعة بعض الزملاء يكونوا بعاد مثلا هو خدام في مكان بعيد في ولاية وأبناء في ولاية أخرى يستطيع أنه يطالع على نتائجهم حتى الغيابات أبنائي حتى غيابات الأبناء تصلك إلى بيتك أو إلى حسابك الشخصي في فضاء الأولية لاحظوا يا جماعة رائع جدا مثلا امتحانات الرسمية لدينا هذا ابني في سنة خمسة غير مسجلي أنه ألغيت الشهادة معدل الشهادة ومعدل القبول سواء في شهادة التعليم ابتدائي أو تلاميذي شهادة التعليم المتوسط أو الباكالوريا فور صدر نتائج تصلك إلى غاية حسابك الشخصي ومع الخاصية التي تعمل بها الوزارة أنه يعلنون الوقت الرسمي لإعلان نتائج عندك ابنك المتمدرس في الباكالوريا أو في التعليم المتوسط في شهادة التعليم المتوسط تنتظر إلى حين إعلان نتائج تصلك النتائج مباشرة تلميذ غيب أو ما شابه حتى أن الأستاذ يستطيع أنه يسلك ملاحظات عبر هذا الفضاء أو عبر هذا الفضاء من خلال ما يسمى بفضاء الأستاذ يستطيع أنه يدخل ويسلك ملاحظات حول ابنك غيب أو لم يجز واجبات أو تلميذ أصبحت ممتاز أو تحسن أو ما غيرها أو غيرها من الملاحظات عندما سجلنا في فضاء الأولياء وأصبح لدينا حساب فكرت في أمره الأغلبية أنت أولياء التلميذ يستعملوا الهاتف النقال لهذا قمت بصناعة التطبيق ووضعته في متجر بلاي ستور متجر الموثوق يعني التطبيق تحمله من بلاي ستور ندخل على بلاي ستور نجد اسم التطبيق فضاء أولياء التلميذ أنا قمت بتحميله وهو موجود على هاتفي حتى نتأكد بأن هذا متجر جوجل بلاي نحظوا ندخل إلى التطبيق فضاء الأولياء هذه الواجهة التعريفية بالتطبيق ننتظر بضع ثواني ثم تعطينا هذه الرسالة نعطي أطوريزي لماذا أطوريزي يا جماعة حتى نستطيع تحميل كشف النقاط للشهادة المدرسية مستقبل إن شاء الله تعالى يقال أو ما يروج له بأنه الولي التلميذ يستطيع أن يستخرج كل ما يخص ابنه من الفضاء من فضاء الأستاذ إن شاء الله تعالى مستقبلا بعد أن يفتح لدينا التطبيق نفس نفس الأمر بالنسبة للكمبيوتر إلى أنه يسهل عليك الأمر التنقل إلى الكمبيوتر وفي البيت وفي أي مكان تستطيع أنك تدخل إلى الحساب بعد الدخول ندخل بالبريد الإلكتروني الذي سجلت به وأضع كلمة السر بعد الدخول بعد كتابة البريد الإلكتروني وكلمة سر نضغط على تذكرني هنا ثم أنا لست روبوت ثم نضغط على تسجيل الدخول نضغط على أوريجستري هنا كلمة سر لكي تحفظها في الحساب نحظوا إجماعة نفس الأيقونات ونفس المواضيع الموجودة في الفضاء نفس الأيقونات كان هذا الشرح حول فضاء الأولياء كما قلت موقع مميز جدا تابعونا في شروحات أخرى أتمنى أني كنتم وفقا في الشرح تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر